صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الوزارة ومتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى الكويت والتي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها فقد استدعت الوزارة ظهر اليوم السبت وللمرة الثانية سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد على إثر تصريحه بالأمس لأحدى الصحف الكويتية والذي أكد فيه على تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية وفق لما نصت عليه اتفاقية فينة للعلاقات الدبلوماسية وتم إبلاغ السفير بأن الكويت والتي تدين وتشجب تلك التصريحات فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي مشانها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها كما تم إطلاعه على طبيعة تلك الإجراءات شكرا